نيابة عن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة افتتح سعدة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة المعرضة الرياضية الخليجية الأول من نوعه على أرض مملكة البحرين بمشاركة واسعة من قبل المهتمين بمختلف الرياضات العالمية في أجواء رياضية مشوقة جمعت أصحاب الهمم العالية ورواد مختلف الرياضات العالمية انطلق المعرض الرياضي الخليجي الأول من نوعه برعاية كريمة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ليجسد هذا المعرض الاهتمام الحكومي الكبير في دعم القطاع الرياضي والسعي إلى تنميته المعرض الرياضي الخليجي الأول لعقد لمملكة البحرين والتي هي استمرار حقيقة لتأكيد على مكانة البحرين في تنظيمها لمختلف الفعاليات الرياضية اليوم في هذا المعرض حقيقة ننشد مختلف المجالات الرياضية سواء كانت من تجهيزات رياضية سواء ما كانت تسخر بمملكة البحرين من رياضات متعددة وما هذا المعرض إلا استمرار لمثل هذا الدعم لتقدم المملكة وتقدم القيادة لهذا القطاع الهام اللي يشهد حقيقة تطور كبير من سنة إلى سنة المعرض يتطرق حك كل ما يخص الرياضة والمهتمم بالرياضة سواء من أجهزة رياضية والأرضيات وتجهيزات من مشاهات رياضية بالإضافة للاهتمام بالتدقيف والصحة والصحة الرياضية ركزنا فيه أكثر على الأجهزة اللي تخص الاستخدام المنزلي بالإضافة لبعض المنتجات الثانية اللي تخص المشاهات الرياضية وخاصة الأرضيات وإن شاء الله في سنوات قادمة راح يكون توسع أكبر بين أروقة هذا المعرض تتزاحم الشركات المشاركة في عرض منتجاتها المتنوعة والتي تخدم الشاب الرياضي بالدرجة الأولى من خلال توفير أحدث الأجهزة الرياضية والمنتجات الصحية المتنوعة علاوة على التثقيف الرياضي والصحية المشاركة لنا بالنسبة حق المهرجان يعني لنا الكثير أن نوعي ثقافة الرياضية حق المجتمع البحريني ثاني شيء شيء يهمنا أن ننشر لعبتنا لعبة الجودو هذه هي لعبة أولمبية عريقة لها سمعتها ولها مكانتها فالمعارض هذه تساعدنا أيضا في نشر اللعبة هذه ونشر ثقافتها في المجتمع البحريني هذه المشاركة ويد مهمة بالذات إنه إنه يصير عندنا اللي هو معرض عن اللي هو السبورتس في البحرين بالذات يعني ويد أسما تدري عن البضاعات الموجودة والأكويتمنت الموجودة هاي الشيء ويد مهم للرياضيين والدولة الخليج بشكل عام المعرض تميز أنه فيه منتجات رياضية يعني مصانع شركات تسويق هذي مكان موجود عندنا في البحرين فهذا شيء جديد علينا هاي طبعا الأشياء نشوفها برا في كوريا وفي اليابان هذي طبعا شيء لازم يكون دعم أساسي حق الرياضة عمود سنويا لازم يكون على الأقل في إكسفو واحد أن يقام معرض كهذا المعرض على أرض مملكة البحرين هو إنجاز بحد ذاته يضمن وجود اسم مملكة البحرين على خارطة العالم بمجال المعارض الرياضية ليؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه البحرين لرفض القطاع الرياضي على مختلف الأسعدة المعرض الرياضي الخليجي الأول من نوعه يقام هنا على أرض مملكة البحرين بمشاركة واسعة لأبرز الشركات الرياضية في العالم فمن يقبل متسائلا على هذا المعرض الذي يحمل عنوان عش حياتك كبطل يجد أكثر من خمسين شركة تجيبه على تساؤلاته بكل احترافية ودقة يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين